الحمد لله الذي أنزل على عبده القتابة ولم يجعل له عوجه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهاشمي محمدا وعلى آله وصحبه دواما سرمدا حياكم الله متابعين الكرام مشاهدي برنامج قواعد القرآن الكريم لك أن تتخيل أن من أعظم قواعد القرآن الكريم العمل بالسنة وذلك أن الله قد اشترط أن من يحب الله فلابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد آتاه القرآن ومثله معه أي السنة المباركة الصحيحة الصريحة التي بين أيدينا والتي اليوم نرتشف من نورها ورحيقها ما تستقيم فيه هذه الحياة الدنيا فإن الإنسان لا يستطيع وأن له ذلك أن يعيش بعيدا عن السنة لا يمكن كيف يعلم كيف يقيم الصلاة وما هي أوقاتها وما هي أعداد الركعات وما هي الهيئات والأقوال والأدعية المأثورة عن جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما هو مقدار الزكوات والصدقات وما هي طريقة الحج والعمر والطواف والأعداد والأذكار والنواية والكلمات التي تقال كل ذلك لم يكن مبسوطا في كلام الله سبحانه وتعالى إنما أتى به جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فبين لنا الطريق الصحيح الذي نسير فيه إلى الله اليوم فصلوا عليه وسلموا تسلمة ننطلق مع فضيلة الشيخ الحسين مبارك المويزري الإمام الخطيب في وزارة الغافة والشوء الإسلامية فكونوا معنا حياكم الله متابعين الكرام وحيا الله الشيخ حسين بن مبارك المويزري معنا الله يحييك يا مرحبا فيك الله عز وجل لما أنزل الكتاب العزيز وجعل له قواعد في هذا المقام جعل السنة لها قدر مثل قدر هذا القرآن العظيم لذلك العمل بالسنة هو عمل بالقرآن يعني كثير من الناس يمكن يجهل أن الله عز وجل جعل السنة مع القرآن بمنزلة واحدة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى فإحنا اليوم لما ندعو للعمل بالسنة الموضوع مختياري ولا يعني ترفي لا الموضوع علمي حقيقي دعوي من الله سبحانه وتعالى في هذا المقام فإذلك اليوم دارنا في هذه الحلقة على السنة النبوية وأهمية العمل فيها والتمسك وأنها جزء أصيل من هذا الدين المبارك نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا آمين أيها المشاهدون والمشاهدات إن الله تعالى جعل في كتابه الكريم الإعجاز العلمي ففيه قواعد في القرآن الكريم كلمات يسيرة حوت معاني كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أي من الله عز وجل والله تعالى كلامه جوامع بكلمات يسيرة يعني كلمات يسيرة يندرج تحتها أمور كثيرة وهذه القواعد القرآن الكريم وهي جمع قاعدة والقاعدة ما ينبني عليها أغيرها من الأشياء وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومن الأمور العظيمة وهي التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء القرآن بآية دلت على أن المرء في كل سنة من السنن يستدل بهذه الآية ليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَأْخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوهُ أصل نعم فالذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة فالله أوجزها وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَأْخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ أي من أمور فانتوى طيب ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو ما ورد في الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفة الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها فأمر عليه الصلاة والسلام بالتمسك بالسنة والله أمرنا أن نفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به وأن نتمسك بسنته هذا رد على فرق خرجت مخالفة لأهل السنة والجماعة لدين الإسلام وهي ما تسمى بالقرآنية أو القرآنيون الذين يقولون نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ السنة لأن السنة لا ندري هل ثبتت أو لا لا هناك أهل العلم جعل قواعد في مصطلح الحديث والله تعالى حفظ هذه السنة مثل ما حفظ هذا القرآن فهو قرين القرآن لكن السنة فيها الصحيح والضعيف يثبت ذلك وبينه العلماء فيتمسك به المرء رح نكمل الرد على مثل هؤلاء خاصة بعد انتشار هذه الفكرة بين كثير من أوساط الشباب خاصة الجامعيين بعد هذا الفاصل الشيخ مبارك إذا تسمح فكونوا معنا حياكم الله مرة أخرى وقفتنا كانت مهمة جدا فالرد على أولئك الذين ينشرون بين أوساط الشباب خاصة أننا نأخذ بالقرآن ونترك السنة السنة فيها الضعيف فيها الشاذ فيها خبر الأحاد فيها 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 وما لك تشغل بالسنة شون الرد عليهم اليوم نعم نقول لهؤلاء لماذا تصنع ذلك يقول أصنع ذلك محبة لله والله ولكلامه قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ويحببكم الله أي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم طيب القرآن أتى بكلام مجمل وجعل تفصيلها عند النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكلمات ولم يأتي ببعض التفاصيل أتى يعني الجزئيات صحيح جعلها في السنة مثل الصلاة والصداقة والصيام مثل العبادة الحج نعم الحج وغيرها من الأمور أتى بها لكن تفصيل ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقل هذه السنة وحفظ هذه السنة الصحابة رضي الله عنهم فنقلوا لنا هذا العلم والله تعالى خلق خلقا من خلقه علماء منذ الولادة إلى أن ماتوا رحمهم الله ورضي عنهم وهم متفرغون لهذا نعم حفظ الله تعالى هذه السنة بهؤلاء العلماء فجعل منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن فحفظ هذه السنة فلا يخاف الإنسان السنة محفوظة كما حفظ الله تعالى القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا الله لحافظون كذلك حفظ هذه السنة لبقاء هذا الدين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون وهم قدوتنا بعد الأنبياء ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يقول عمر من عنده علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره من الصحابة فيأخذ بقوله فكيف بحالنا والسنة الحمد لله متوافر الله مدونة في الكتب وثابتة والآن الوسائل الحديثة فالإنسان لا يضل عن هذا الطريق بموافقة هذه الفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق ما أخبر به أنه يخرج في آخر الزمان أو سيخرج من يقوم اتكئا على أريكة ويقول ما كان في هذا الكتاب نأخذ به وما كان في غيره فلا نأخذ به لا يا عبد الله عليك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقت فما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والبحث عن الصحيح منها ونشر هذه السنة ثم هذه السنة هي مبينة لهذا القرآن فلا تنافية بينهم بمعنى أن القرآن مثلا أمر بالصلاة لو أطلقنا القرآن أو الأمر الموجود في القرآن على أطلاقه كيف نعرف أعدادها وأوقاتها فهي مفصلة بمعنى هذا رد عليهم كذلك الأعداد والمواقيت في تقاصيل المواقيت صفة الصلاة قالوا هذا تتابعه يعني الناس طيب كيف تتابعها الناس كيف تأخذ هذا الدين من تتابع الناس الناس تتابعوا الشيء الطيب وتتابعوا البدع وتتابعوا يعني نعم أفات كثيرة أعراف هناك هناك أعراف محرمة وأعراف يعني صحيحة مقبولة موافقة للشر فالإنسان لا يضع دينه هكذا الله عز وجل لم يجعل العباد يضل الطريق جعل لهم هذه السنن بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بلغت اللهم فشهد ووصلت لنا هذه السنن فينبغي علينا شكر الله عز وجل وبشكره العمل بها ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يبعثنا بإذن الله عليها فإنها هي دليل حب الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلمتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو محب حقيقة ليس ذلك الذي يترنم ويغني ويتأوه بالكلام لطيلة الليل والنهار دون أن يعمل لا لا بد أن يتبع العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل والسلام عليكم اشتركوا في القناة